اشتركوا في القناة والمواقف والمصير المشترك والحرص الدائم على ترسيخ الامن والسلام والتنمية واكد وزير الاعلام في تصريح لصحيفة البلاد السعودية ان اللقاء الاخوي لصاحب السمو الملكي ولي العهد مع اخيه صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي يحمل رسالة ود وتقدير واحترام من مملكة البحرين قائدا وحكومة وشعبا إلى شقيقتها الكبرى وقيادتها الحكيمة ومشاعر صادقة من الفخر والاعتزاز بالدور القيادي والمحوري للمملكة العربية السعودية كعمق استراتيجي لامتها العربية والاسلامية وركيزة اساسية لامن الخليج العربي وللاستقرار الامني والاقتصادي الاقليمي والعالمي وأشار في هذا الصدد إلى وقوف مملكة البحرين والعالم العربي والاسلامي صفا واحدا إلى جانب السعودية في مواجهة الحملات المعادية والمضللة وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للهجمات الحوثية الإرهابية الجبانة والمدعومة من إيران باعتبارها انتهاكا سافرا للقوانين الدولية وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة المواطنين والمقيمين ولإمدادات الطاقة وحركة الملاحة والاقتصاد العالمي مشددا على أن هذه المؤامرات لن تزيدها إلى قوة وثبات في سياستها الحكيمة ومواقفها العادلة ولن تنال من عقيدتها السمحة ومبادئها ورمزيتها الخالدة فهي بيت العرب الجامع وحسن الإسلام والعمود الفقري لأمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم وعرب سعدة وزير الأعلام عن تفاؤله بنجاح هذه الزيارة الأخوية في تعزيز المسيرة المباركة لمجلس التنسيق السعودي البحريني برئاسة وليي عهد البلدين وبتوجيهات سامية من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين بما يسهم في توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين مملكتين تجمعهما صلاة الدين واللغة والدم وتطابق الرؤى والمواقف الدبلوماسية والإعلامية في مواجهة التحديات المشتركة والالتزام بنشر قيم الخير والتسامح والسلام والتمسك بمواقفهما الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب اشتركوا في القناة